الأخ بشراء خلال محاضراتكم هنا بالجامعة الصيفية ورد فيها مخطط دال حبة ذا يعني لو توضح للرأي العام هذا الموضوع أولا شكرا على الاستضافة فيما يتعلق باستخدام مصطلح دال جاء ضمن ترتيب السلسلي لتطور الأحداث ومشروع المغرب في تشريع احتلال واستعماره للسحراء الغربية أولا المخطط أليف كان هو المخطط العسكري بمعنى لأنه تشريع الاحتلال بالقوة العسكرية هذا أفشل الجيش الصحراوي سنة 91 من خلال إجبار المغرب على توقيع وعفتلاق النار والاعتراف رسميا بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بعد ذلك يعني النظام المغربي نظام الاحتلال يعني اشتغل بمخطط با اللي كان هو تشريع الاحتلال عن طريق استفتاء مزور من خلال رشوة الأمم المتحدة والتأثير على الجسم المصوتين والآخرة وهذا تم إفشاله في سنة 2000 مع نشر الأمم المتحدة للوائح الأولية المصوتين واللي يظهر فيها على أنه يعني اقتنع المغرب بأنه النتيجة الحتمية للإستفتاء هو استقلال الشعب الصحراوي بعد ذلك يعني تم اللجوء إلى المخطط جيم اللي كان هو وضع كل العراقية الممكنة بما فيه حتى التراجع عن مبدأ الاستفتاء من أجل زرع نوع من التعب والخيبة لدى المجتمع الدولي تقدر على أنه يتلقف مقترح المغرب الخاص بالحكم الذاتي كوسيلة الحل وهذا بطبيعة الحال تم يعني أفشل حتى هو الآخر خاصة 2016 مارس 2016 مع زيارة الأمم العام المتحدة اللي عبر عن التزام المتحدة بحق تقرى المصير ووصف يعني أوصف لوجود المغربي في الصحراء الغربية من جديد بقوة احتلال يعني هذا أيضاً عطى الانطباع للمغرب بأنه حتى ربما هذا المصار يعني لن يشرع الاحتلال وكيف نعرفون مخطط موجود من 2007 إلى الآن ولا تقدم أي خطوة بالعكس هناك يعني اعتقاد متزايد لدى العالم بأنه يعني حق تقرر المصير كيف أكد عليه مجلس أمن الدولي هو لوجه النهائي الآن نحن يعني المغرب يتجه إلى تبني مخطط دال طبيعة الحال نحن يجب أن نؤكد بأنه إلى أن تنتهي جميع حرف الأبجدية الشعب الصحراوي سوف يبقى صامد من أجل إقرار حقوقه في الحرية والاستقلال ولكن مخطط دال إلى حد ساعة بالنسبة المغرب يعني لم تتضح ملامحه هل هو الزجب المنطقة في مواجهات جديدة والدفع إلى العودة إلى مربع الصفر هل هو مخطط لا مخطط يعني كما هو واضح من خلال ارتباك الاحتلال المغربي في إدارة الملفة وعلى الأقل اتخاذ قرار نهائي بطبيعة وشكل هذا المخطط أحيانا خرق وقف اطلاق النار فيما يخص يعني من معبر القرقارات أحيانا طرد مكوّل مدني للمينورسو وما يشكل إعطال انطباع بقطيعة نهائية مع الأمم المتحدة ولكن أيضا إدارة الملف الدبلوماسي بالكثير من الارتباك على المستوى الاتحاد الفريقي على المستوى الاتحاد الأوروبي وحتى على مستوى التعاطي مع الأمم المتحدة والتأويلات المغلوطة لموضوع تقرير المصير وانسجامه من عدم انسجامه مع مقترح العكم الذاتي إذن خالق ارتباك اللي يجعلنا يعني لا نعرف ما هي طبيعة هذا المخطط دال هل هي يعني العودة إلى المربع الصفر مواجهات المفتوحة أم هي إلى حد الساعة مزال في مرحلة مخطط لا مخطط ويعني سوف نرى ما سوف تقولي له الأمور الأخ أبي من طبيعة الحال على مستوى كذلك مواقع السوص المجتماعي أو كذلك حتى على مستوى النقاش بين الأطر الصحراوية هناك هذه إشكالية جنوب المغرب وإشكالية المصطلح وأعتقد أنه يوم أمس كانت عندك مجموعة من اللقاءات من بينها اللقاء مع وفد الأرض المحتلة وكان أيضا نقاش في هذه النقطة حبدا يعني أيضا لو توضح وجهة نظركم في هذا الموضوع لا هو بطبيعة الحال يعني الديناميكية التحرير والتعاطي مع المتغيرات تفرض بطبيعة الحال على أنه التنظيم الوطني الثوري الجامع لنضال الشعب الصحراء واللي هو الجبه الشعبية التحرير الساقي الحمر رواد الذهب يعني ربما تكون هناك ضرورات التكييف الخطاب الوطني مع هذه المتغيرات فيما يتعلق بمصطلح جنوب المغرب يعني تجاوزا بينهم الزوجتين اللي يتم استخدامه في الخطاب الوطني يعني برز ضمن سياق سياسي محكوم بشكل مطلق بمحدد قانوني يتعلق باستفتاء تقرير المصير اللي معني به الإقليم يعني في حدوده المعترف بها دوليا ولكن يعني كيف لوجهة نظري الشخصية بطبيعة الحال بأنه نحن كنا في سياق قانوني صرف منذ 1991 إلى 2000 ربما كان يبرر يعني استخدام هذا المصطلح نسبيا ولكن الآن أمام التراجع المغرب عن التزام وفيما يخص استفتاء تقرير المصير يعني يفتح سياق سياسي يعني سياق قانوني مزال موجود بطبيعة الحال وسيبقى موجود يعني على تبار منه محدد ولكن هناك سياق سياسي والسياسة دواعي بطبيعة الحال إذا كان مصطلح جنوب المغرب يخلق إشكال لمستوى الخطاب الوطني هذا الإشكال يجب أن يجد حل ونحن نعرف بأنه هذه المنطقة تاريخيا اجتماعيا وسياسيا تنتمي إلى هذا الفضاء اللي كان يشغل المجتمع الصحراوي والشعب الصحراوي بطبيعة الحال كيف واقع يعني في العديد من البلدان مجموعة من الاقتسامات يعني عمليات تقسيم اجتزاء على مرة تاريخ تعرضت الهياسر من الدول والصحراء الغربية لم تكن استثناء ولكن ترسيم الجغرافيا ما كان أبدا حائل دون مواصلة انتماء هذا الشعب سياسيا وروحيا واجتماعيا للمشروع الوطني الجامع اللي هو استقلال الصحراء الغربية بطبيعة الحال يعني مصطلحات جديدة ربما كيف قالوا بعض الإخوان يعني الصحراء الغربية ومناطق 58 أو الصحراء الغربية ومناطق جنوب وادنون يعني مثلا لأنه في النهاية يعني هناك بالتأكيد مستقبل مشترك هناك مصير مشترك يعني وحدة شعب لا تتجزى وعناصر الخطاب يجب أنها تعكس هذا الخيار الاستراتيجي وحدود 58 يعني تقوم بالإحالة إلى تجربة تحررية اللي هي تجربة الفلسطينية بحيث بأن فلسطين معروف ما هي حدود 48 وما هي حدود 67 وهذا جزء من الخطاب السياسي لحركة التحرير الوطنية الفلسطينية وبالتأكيد على أنه تعدى العملية إحالة مباشرة تنعت وجه التشابه ما بين القضيتين ولكن في نفس الوقت للمتلقي تحيل إلى أنها تقريبا تكرر لنفس التجربة هو تجزئة تدريجية واقتضاع تدريجي الأجزاء من التراب الوطني وبطبيعة الحال هناك المحدد القانوني لمسيطر لأن الشعب الصحراء يقود نضاله ضمن السياق القانوني معروف ولكن للسياسة دواعي والسياسة تتطور ويجب أن نواكب على مستوى الخطاب الوطني تطور السياسة ومقتضاياتها والضرورات والتكيف مع الإشكاليات التي تطرح ديناميكية التحرير اعلم مستوى الفعل ومستوى الأساليب ولكن أيضا مستوى الخطاب باختصار كسؤال الأخير الجامعة الصيفية لهذه السنة عرفت حضور وازن على مستوى التبلوماسي والسياسيين الجزائرين على رأسهم رئيس البرلمان الجزائري والعديد من الأمناء العامون والأوصاء الأحزاب وكذلك أيضا رئيس المنتدى الحوار الجزائري الذي سيحدد من خلاله مستقبل الجزائر السياسي تقييمكم لهذه الجامعة من خلال هذا الموضوع بطبيعة الحالة نتصور بأن الرسالة الجوهرية التي يجي فهمها من هذا الحضور الرسمي الوازن للدولة الجزائرية والممثل مختلف أطياف الشعب الجزائري يسوع لمستوى الرسمي يسوع لمستوى الشعبي هو بأن التزام الثورة الجزائرية التزام الدولة الجزائرية بدعم حق الشعب الصحراوي بدعم الشعب الصحراوي في كفاحه مسألة تتجاوز أي ظروف محددة وتتجاوز أي أشخاص محددين لأن التزام موجود ضمن شخصية شخصية الدولة الجزائرية التي ابتنات على أساس ثوابت محددة ومنها دعم حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال الدولة الجزائرية موقف ثابت في مختلف أسقاع العالم وبالتأكيد حالة الصحراء الغربية وحالة النضال الشعب الصحراوي هي الأقرب جغرافيا وبالتالي الجزائر يعني تتعبر من خلال هذا الموقف رغم الظرف الانتقالي والظرف اللي يتمر به الدولة الجزائرية ولكنها تعبر عن مواصلة نفس النهج مواصلة نفس الموقف وبأنه من راهنة في مراحل ماضية يعني مرت به الدولة الجزائرية يعني بعد وفاة مثلا هواري بومدين وحتى خلال العشرية السوداء اللي راهنه رهانات خاسرة ويثبت تلم الدولة الجزائرية يعني أن هذا الموقف متجذر وأصيل الآن أيضا الدولة الجزائرية والشعب الجزائري يقدم نفس الرسالة رسالة الثبات ورسالة الوفاء ورسالة التواجد إلى جانب الشعب الصحراوي حتى تقرير حتى الحصول ممارسة حقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير على اعتبار بأنه هي المقدمة الضرورية لتصحيح هذه سلسلة اختلالات الموجودة في العلاقات الإقليمية اللي سببها الرئيسي هو هذه المغامرة التوسعية للمغرب في الصحراء الغربية واللي مؤثر حقيقة على الاستقرار والتعاون الجهوي والقفز يعني الحصول على قفزة نوعية في هذا الصدد تجاه تصحيح هذه الاختلالات وضمان مغرب عربي مبني على أسس صحيحة يمر حتما عبر تسوية نزاع الصحراء الغربية على أساس القانون والشرعية الدولية أشكرا